العربية دي انت هتسيب اللي في ايدك وهتعمل شير للفيديو من نفسك بدون ما تبقى عارف انت بتعمل ايه العربية موزهلة حرفيا كنت اتكلمت عليها من سنة افتر تويل العربية دي حصري اول عربية في مصر هي واختها لون اسود نفس المواصفة استيراد سباركد اي في الشركة المشهورة بتاعة استيراد السيارات القربية هما بيجيبوا حاجات نادرة الصراحة كان لها الصبق ان انا جرب العربية دي امبارح افتر تويلف من عملاقين شانجان واوي واوي اللي عاملة الصوفت وير والانفوتين من سيستم والساون سيستم وكل حاجة والصوفت وير جوه العربية هارموني او اس والعربية دي شانجان هي اللي عاملة الموتور والباتري الترينيري اللي فيها اللي بتخليك لما تسمع مواصفة العربية ما تلاقيش شكل ومنظر بس فضائي زي ما انت شايف كده ابعاد كبيرة جدا طول 500 وقعدة عجلات 300 و 2 سنتي يعني عربية رهيبة في المساحات وفي الاعداء وفي استواء الاعداء وزي ما انت شايف كده العربية دي تيجي بمواصفة موتورين دفع كلي على محور العجلات بيعملوا 420 كيلوات دول بيقدروا يخرجوا 575 حصان و 650 نيوتر متر عز علشان الحجم والوزن ده يتصرع من 0% في 3 وتسعة من 10 سنة كمان الشركة اللي جابتها سباركت دي بتقدم القدمات ما بعد البيع بتاعتها والافترسيل كامل ومعهم لايسنز بالسوفت وير بتاعتها فالموضوع لطيف جدا لما اقول لك سعرها كمان انت هتستغرب العباة دي واصل مصر بحوالي 2 مليون 700-2 مليون 750 وارسومها تكاد لا تسكر 380 ألف جدي فقط لان العباة دي كهرباء بتدفع 14 زائد 1 15% فقط كمية كاميرات ورادارات وليدار سري ليدار علشان يساعدوك في القيادة الذاتية و 18 رادار و 16 كاميرا وحتى الابواب سوفت كلوز فيها مساحات تخزين رهيبة وشنطة كبيرة جدا وراء وقدام 65 لتر ممكن تعملها شنطة تانية او ايس بوكس لان طبعا العباة معزولة بالكامل لانها مواتير كهرباء على محور العجلات عربية خارقة ومش طبيعية وسعرها لما تقدم يعتبر ممتاز انت عمك ما تلاقي عربية بالمواصفة دي تقدر تدي كل اللي بتدهولك ده الصراحة العربية كانت مبهرة في تجربتها واحدة من العربيات الكهرباء اللي سايب بصمة في العالم الصينيين تطوروا قوي في التصنيع وشوفنا منها كل حاجة السري ليدار بيحددوا كل حاجة قدامك وبتدخلوا